محف جميل ومنظم بكافة مقتنياته أكثر من مئة ألف قطعة تحكي عن عقود بل وقرون من الزمان منها العملات المعدنية منها الأركان الخاصة بكيفية المهن القديمة منها مجموعة من الوثائق والكتب والمخطوطات القديمة الموجودة هذا المتحف الذي أسسه المهندس سامي محمد صالح كردي وجمع هذه المقتنيات التي تزيد عن مئة ألف قطعة جمعها في هذا المكان الجميل كي يحكي للجيل القادم كيف كانت هي الحياة قديما طبعا هذا المتحف في عدد من الزوايا والأجنحة ما شاء الله متحف ممتد وجميل ومنظم حقيقة حتى في طريقة الترتيب للقطع الموجودة طبعا نريد أن نتحدث عن هذا المتحف مع المسؤول عن المتحف سعادة المهندس على سامي كردي نقول لك مساك الله بالخير مساك الله بالنور أهلا وسهلا الله حييكم ما شاء الله تبارك الله روعة المكان وجماله بعبق التاريخي والاستطلاع على التاريخ من خلال هذه القطعة الله يسلم وكله يحييكم جميعا شرفتونا طبعا المتحف الكردي يضم أكثر مئة ألف قطعة وتحتوي الأركان مختلف الأقسام عندنا الأجهزة السمعية والبصرية الصحف الطوابع المجلات الوثائق عندنا قسم النجارة الألبس الحجازية عندنا مختلف أنواع القطع التراثي القديمة من مختلف الأرجاء البلاد ما شاء الله تبارك الله حتى ترتيبكم للمكان وبالزوايا المتعددة التي عملتها حتى المقتنيات الإلكترونية من أجهزة الفيزيونية وإذاعة والراديو السابق الحمد لله عندنا قسم السنان قسم الإضاءة عندنا الركن المواد البناء النجارة أي حاجة كانت تستخدم الأدوات القديمة كلها موجودة الحمد لله ومحفوظة بطريقة احترافية مقسمة ومجزئة والله الحمد يعني البقالة القديمة كمان هذه جميلة حقيقة استوقفت الكثير صحيح الركن البقالة يعني يعتبر من الماضي الجميع ويعني تلمس كل شخص يعني كان عايش في الفترة الزمنية السابقة فيعني تحن كذا تحن للشخص ويرجع للماضي يسموه الدكان زمان الضاري أيو الدكان صحيح من شاء الله أيضا حتى الوثائق الموجودة هنا تعتبر فيه منا نسخة أصلية أم هي صور أي نعم لا يوجد عندنا وثائق أصلية طبعا واحدة من الوثائق الموجودة عندنا اللي هو الجواز في السلطنة النجدية يعني أول جواز ورقي سعودي فهذا يعتبر يعني عندي هنا وريكو هذا والسلطنة النجدية في عام 1347 هذا أول جواز سعودي كان مسماها مملكة السلطنة النجدية وملحقاتها نعم جواز للسنة واحدة عام كم 1347 وسبعة وربعين فعلا مورخ في هذا المكان السلطنة النجدية أيضا من العملات موجودة عندكم عدد من العملات عندنا العملات من الدولة الأعباسية العملات في الدولة الأموية كانت تستخدم أصغر عملة في العالم أقدم عملة في العالم الحمد لله يعني يحتوي المتحف على مجموعة من القطع المميزة التي تهمنا ويوجد أيضا وثائق بتعين أجدادنا في الحارم المكي الشريفة أئمة في أيام دولة عثمانية عندنا برضو وثيقة الاستقلال من الاستعمار البريطاني في أمريكا طبعا أصل برضو هذه تعتبر جدا ميزة فالحمد لله يعني المتحف أي شخصي بيجي بيمبسط وبيتفرج على العبقة الماضي وبحين وبيرجع يجي مرة ثانية لأنه بتاخذ رحلة طويلة في الزمن يراجع فيها كل الذكريات والماضي اللي حين فيه ويشوف كيف كنا وكيف صرنا بالتأكيد واللي يجي ويأخذ جولة في هذا المكان يعني أكيد تساؤلات كثيرة حول بعض الأشياء الموجودة كيف كانت تستخدم صح صح بصلا من الأدوات السابقة في الأعمال صح هي طبعا رسالة ثقافية نحن نوجهها لكل المجتمع أو أي أحد يعني يجي يستكشف أنه كيف مثلا الأدوات كانت تستخدم ايش التقنيات اللي وصلنا لها وكيف زمان كانوا بيستخدموا عندنا كثير من الأجهزة كانت تستخدم مثلا اللي هو مكوات كانت بالفحم عندنا الثلاجات كانت بالغاز والقاز الآن طبعا كله كهربة فيعني بتشوف كذا الفرق شي جميل جدا وبيوسع مدارك الفكر الأشخاص بيجوا صح أيضا من ضمن الزوايا يعني عجبتني أنتم المجلس القديم في مكة المكرمة كيف كان طابع المجلس صحيح عندنا الكرويتة اللي هي جلسة حجازية كيف كانوا أيام زمان أول يجلسوا عليها ويتكلموا ويجلسوا الفناجين الشاي القديمة وجلسة أهل الحجاز وعندنا برضو الملابس الحجازية والملابس النجدية طبعا كله هذا التراث يعني جميل جدا ويعني موروث ثقافي شعبي طيب الآن اللي بيشاهدنا من مدن المملكة المتعددة وديوا تطلع على الأشياء الموجودة هنا لديكم مثلا صور موجودة على الإستجرام أو على مواقع التواصل أين عم موجودين في الإستجرام وفي تويتر بس يكتبوا متحف الكردي ورح يطلع المعلومات كاملة الله يحيي الجميع وبالعكس فرصة جميلة أنهم يجوا يشرفونها ونتعرف عليهم ويتفعرفوا على المتحف الله يسعدك طيب المقتنيات هذه ما شاء الله تبارك الله يعني الوالد هو من جمع هذه المقتنيات في منها مما هو من الجزيرة العربية ومن خارج الجزيرة العربية نعم طبعا مختلف في الحال العالم يعني كنا نحضر مزادات في مختلف العالم ونشوف القطع المميزة اللي تكون حالتها نظيفة تشتغل مثلا بدون أي خراب ونجي نضيفها عندنا في المتحف طبعا في العملات القديمة السعودية فأنا تخصصي الأعمق في العملات السعودية في أيام الملك عبد العزيز والملك السعود وفيص الله يرحمهم أعطيك العافي سعد المهندس على بن سامي كردي لأن الشرف وما شاء الله تبارك الله الله يوفقكم حقيقة جمع جميل بطريقة منظمة طريقة جميلة المشاهد حينما يأتي إلى هنا إلى هذا المقر بإذن الله تعالى ويأخذ جولة يرى كل شيء مرتب منظم كما هو أغلب طبعا يعني يمكن يعود به الحنين إلى الماضي خاصة لكبار السن عندما يرون أكثر المنتجات التي كانوا يستعملونها في وقت من الأوقات أو كانوا يستعملونها أباءهم وأجدادهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر